السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم صاحب الكرة عدنا نقول احنا ملوك الصلاة احنا ملوك الصلاة احنا ملوك الصلاة لغاية ما حسدنا نفسنا تقريبا يعني مش عارف في حاجة غريبة غير مفهومة مش عارف ايه اللي حصل يعني انا اسيب الاهل في كرة القدم ارجع على ايه بياخد بطلتين في نفس اليوم ما شاء الله ولا قوة الا بالله يعني والبطلتين دول واحدة افريقية وطبعا واحدة مصرية كرة الطايرة بطل افريقيا للمرة الخمسشر في تاريخه واكتر نادي متوج بهذه البطولة في التاريخ في تاريخ يعني اه الكرة الطايرة ودوري اه طبعا سوبر للباسكت للمرة السادسة اه في نفس اليوم يعني ما شاء الله ولا قوة تقيلة بالله في نفس اليوم فما اخلص منه في الكرة يجي لي ايه في الصلاة بصوا يا جماعة يعني انا عايز اقول لكم على حاجة لازم جماهير الزمالك وجماهير الاهلي بجد يبقى فيه روح رياضية اكتر من كده في الفترة اللي جاية. الفترة اللي فاتت اه كان فيه زي اه اه تعصب او كان فيه زي شحن جماهيري او كان فيه يعني تحس اللي الجمهورين بيتخنقوا بيزحقوا بيشتموا بيعملوا درجة انك ممكن تشوف اتنين زملاتك او اتنين صحابك ممكن يتخنقوا وعادوا على راستهم على بعض علشان خاطر اه 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 الاهلي وزمالك وماتش ولا لعب ولا اتنين لعيبة ولا تلاتة لعيبة ودي حاجة يا جماعة غريبة جدا وغير يعني غير مبررة مش هقول لك غير محهومة غير مبررة انت ليه تخسر حد صاحبك او زميلك او عشرة عمرك علشان خاطر كورة ولا بسكت ولا صالة واحنا لملوك الصلاة لا احنا لملوك الصلاة لا احنا لمش عارف اجباد فرقة لا احنا لمد فرقة على ايه ما لقاش لازمة والله العظيم ما لها لازمة. هاش لازمة انهائي. يعني انت لو شايف ان هي لها لازمة راجع نفسك هتلاقي ان هي ما لقاش لازمة والله العظيم خالص. فالاهلي كسب الزمالك كسب كل عينا يا جماعة ان احنا انهني بعض. خلاص الف مبروك يا معلم الف مبروك. الله بارك فيك وشكرا على كده. فانا بس كنت حابب ان انا هني النادي الاهلي. يعني انا كنت يا جماعة يعني مؤخرا مش بتكلم فيه موضوع علعاب الصلاة والكلام ده كله. اه وما كنتش ناوة اتكلم فيه. بس لما لقيت الاهلي اه بطلطين في نفس اليوم وانا اصلا مش متابعة للعاب الصلاة خالص لا زمالك ولا اهلي خلي با لك ولا يد ولا غيره. بقى بقى ارى بس الاخبار كده بعيد يعني. لكن اه انا ما عرفش الموضوع ده حصل قبل كده مع الزمالك قبل كده ولا الاهلي قبل كده ولا لا انا بس اجي في وشي فقولت اطلع اهني النادي الاهلي وبرك النادي الاهلي على اه فوزه بطولة افريقيا طبعا لانه ممثل لمصر واكيد فوزه بالدوري بكل روح يضيع يعني. تعالى نتكلم بقى عن اه قيمة منتخب مصر المحترفين عشان ايه يعني الواحد اه على اخره. طبعا انتوا عارفين رأيي في اه ان كابتن ايهاب جلالي يتولى تدريب منتخب مصر من زمان لساعة ما عملت الحلقة واتكلمت فيها وعدت وزدت وقلت ما في القول. ويعني انا معترض بشدة على كابتن ايهاب جلال ان هو يتولى تدريب منتخب مصر والادر الفناني منتخب مصر. لو هنتكلم الصح ايه? الصح مدير فني اجنبي على مستوى عالي جدا. ولو مش مدير فني اجنبي يبقى مدير فني مصري من وجهة نظري انا هو حسام حسن. ليه حسام حسن عشان برضو اعيد تاني للناس الكلام? لان انا مش شايف ان فيه مدير فني مصري فت يعني ملوش حل مفيش منه اتنين. واحد يقول لي احمد سامي وايهاب جلال واعمد النحاس وعبد الحميد بسيوني وعلي ماهر وهيسم شعبان كل دولة على دماغي من فوق. ايه انجازاتهم? عملوا ايه? مفيش غير كابتن عبد الحميد بسيوني يخد الكاس من الاهلي. عملوا ايه بقى في الحياة? هتجي تقول لي بيلعبوا وبيقدوا. هما ازيد عن حسام حسن في ايه? ما حدش قولي تاكتكس وكيمستري. كله والله العظيم زي بعضه. لو انا مدرب مفيش مني اتنين هطلع اعمل الابان اخد الدوري من الوز ملك واعمل قصة. اه يا خبر ابيض. روحوا كده اتفرجوا رانييري لما راح مسك وطلع منهم الدوري الدرجة التانية ودخل الدوري الدرجة يقول له خد الدوري ودغدغت كل. ايام ما كان لسه فيها كانت بقى وكان لسه فيها محرز كان لسه بخيرها. ده عمل انجاز. ده اقول اه ده ممكن اجيبه. ده عمل انجاز رهيب. ايه اللي بيعملو ده? يا سلام. لكن مسلا واحد يجي يقول لي اه برضو زي بيلسا مدير مدير الفني اللي هو غالبا هيهبط بيهم يعني. واحد اقول لي انت ازاي تتكلم عن بيلسا? انت شايف بيلعب ازاي? يا عم بيلعب ازاي? وبيخسر بالخمسة والستة والاربعة والتراتة والاتنية. يا عمر حمنا يا عم بالله عليك. سيبك من جو الحفظ ده. الناس حافظة يا جدعان والله العظيم مش فهم. الناس حافظة. الناس حافظة. اه بيلسا مدير فني تكتيك عالي. وبيستعين بمحادرين الاداء. ومحادرين الفنيين والبيانات. يبقى هو اجامد جدا. والله العظيم روبوت بتتكلم مع روبوت. مش بتكلم مع حد بيتكلم كورة. يا جماعة يا كورة تحديل الاداء بس. يا جماعة الموديل الفني اللي يتقال عليه كفق. هو اللي يعرف يجيب بطولات. لان سمعت مؤخرة ناس تقول لك ايه مسلا كارلو انشلوتي الموديل الفني ريال مديريد اي كلام اي كلام مين يا كابتن? يا نجم? انت حديث الولادة في الكورة? اي كلامه محقق خمس دوريات من خمس اه بلدان مختلفة اكبر خمس دورات في العالم محققهم. وشامبيونز ليج مع ده ومع دولو مع دولو ده وكاس وسوبر وتقول لي لا على قدو على قدو مين يا عم انت ايه 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 معلوماتك عن الكورة? انت مين? والله العظيم بجد. ناس يقول لك اه ريال مديريد كسب كسب سيتي بس جوارديولا مفيش منه اتنين في العالم وماروش حلو متفوق جدا مع سيتي بقى له ست سنين وعمل كل حاجة. ست سنين متفوق مع سيتي وبيصرف مليارات ومش عارف ايه اخر الشامبيونز ليج. هل معنى كده بقول جوارديولا واحش? لا طبعا. لكن ما الجيش تقلل من من انشلوتي عشان جوارديولا. طب انت مفيش كورة يعني. معلش انا يا جماعة اقولت في القصة دي بس حبيت اوضح الامور. فجابت النهاب جلال ضم قيمة محترفين. حداشر محترف. حداشر محترف. ضم بصبق الاسامي. هنتكلم بقى عن الاسامي اللي هي العادية وانتكلم بقى عن الاسامي الغريبة. محمد صلاح اكيد. تريزيجي اكيد. عمر مرموش اكيد. اني مستوعلي جدا مع ارسنان دلوقتي اكيد. وضم اا اا يعني اا كريم حافظ اللي ما راحش المنتخب بقى له سنين ولما جي مع المنتخب ما عملش اي حاجة. ما عرفش اللي ضمن باكليفت محترف. وانا عندي في مصر اا اا يعني بكات يقدي. عندي واحد زي احمد فتوح. مال احمد فتوح. عندي امن اشرف كمان بيقدي. عندي عبدالشافي بيقدي. عندي دي صبر الرحيل عمل اداء مولا اروع والله العظيم. وعندي بكات احمد امن منصور ومحمد حمدي. اجيب ليه كريم حافظ وقالت كريم حافظ متقلق مسلا. بلاش كريم حافظ. اجيب سام مرسي. سام مرسي اجيبه من ابس وش ليه? يعني اجيب سام مرسي ليه? بيعمل ايه سام مرسي جايب وارتكاز. سام مرسي بلعب ارتكازها كده عندي. اجيب سام مرسي الارتكاز ليه? معنديش دنجة. معنديش طرق حمد. معنديش حمدي فتحي. معنديش السلاية دراحة كمان ارتكاز. ما عنديش ايه يا جد عندنا? ده انا عندي امم. فاجيب اه اه سام مرسي ليه? مش فاهم انا. هنيجي في الوجوم. جايب معظم المواجمين نفس الستايل. يعني مصطفى محمد. والله ما صلى على النبي. وكوكة برضو طويل وبيلعب بالهد. واحمد ريان طويل وبيلعب بالهد. اه فجاي بترى دول كمان نفس الستايل. لو مصطفى محمد عامل ايه في اخر اه مطشطه مع جارة السراي? انا راجل زمال كوي وبحبه مصطفى محمد. حلو? مش موفق تماما. 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 كوكة موفق. بس كوكة ما بيقديش مع المنتخل. احمد ياسر ريان على دماغي من فوق. الجزيل فل. يعني ما بس برضو يعني ما علي ماشي يا عم بديله فرصة. احمد حمدي متفوق ومتميز. هات احمد حمد حلو. جاب احمد حمدي او. مين الناس دي? يا جدعان هو بخطر المحترفين. هناشر محترف وجيب بقى عليهم ايه اتنين محليين وحلو كده ولا ايه? فلازم اجعل نحصل فلترة رهيبة جدا في القايمة دي وربنا يسطر من القايمة بقى المحلية هنشوفها ان شاء الله ونبقى نتكلم عنها. ربنا يسطرها ان شاء الله ووفق منتخب مصر بازن الله ويكرمنا جميعنا جدا. كان مع اخوكم امرأة في قناة صحبه جرا شوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.